في الفيديو اللي فات عشان اتمرن انت مرة واحدة بس في الجيم الناس هجمتني مهاجمة اني عملي في حياتي ما اتمرن انت في البيت في اجد عام مش كده اجد عام اسمك الجيم ايه الله انفتيشن يعني يعني ببلاش يعني واببلاش كتر منه لا بجد يا جماعة الفيديو اللي فات يناس كتير جدا 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 مش عارفهم ما بيتكلموا بجد اللي بيهزروا يقولولي المفروض تسمي اسم القناة بتاعتك في الجيم وحالك كده غريبة انا بصراحة مش عارفهم بيهزروا ولا بيتكلموا بجد بالرغم من ان الناس كتبت هاجمني في الفيديو اللي فات انا عايز اقول لكم عمل فيوز اكتر من معظم الفيديوهات اللي انا بعملها تمارين في البيت يومين اتنين بس بدأ خلنا افكر بصراحة اقول طب ياوادي يا ماجد تطل وعصورين بحجر تعمل ايه بقى او جالي انفتيشن راح اتمرن هناك وصورها لكم كتمارين موجودة في الجيم بعدها بيوم اعملكوا نفس التمارين دي بالزبط بس في البيت يبقى كسبنا دول ومخسرناش دول اوه اكبر عليك وده عزيز المشاهد اللي بالزبط هعمله في الفيديو بتاعه النهاردة السلام عليكم زيانك شباب وقلم بيكو في فيديو النهاردة معكم ميجو ده ميجو فات فورماتك في البيت وده او مرة تشوف فيها القناة تحتي اهلا وسهلا بيك سلام عليك اسم ماجد بيقولولي ميجو عشان كده اسم القناة بتاعتي ميجو فات مني اونلاين كوتش اتمرن في البيت بقى اكتر من عشر سنين بصور ثمانين كرياتيف جدا في البيت باتحاكي تمارينة الجيم بعمل وصفات صحية بصور فيلوجز اي حدث رياضي او اي حدث فيرل حوالينا العالم فلوليك فاقي حكا من الكلام ده ما تنساش تنزل حتى الفيديو تشترك في القناة واهم من الاشتراك في القناة جرس التنبيه وتندينا اللايك المدينة الفيديو بتاع النهاردة هنحاكي نفس التمرينات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات في التمرينات اللي احنا اتمرناها في جولز جيم اما شفتش الفيديو هتلعلك على شاشها من فوق ويلا بينا نبتدي طيب بسم الله الرحمن الرحيم في الاول خلص قبل اي حكا طبعا هنسخن زي ما سخننا في الجيم سخنت تقريبا بوزني اتنين كيلو او اربعة كيلو حكا زي كده ففضلت ان انا اسخن في البيت من غير اي حاجة بالبودي ويت ممكن تسخن بأستيك مقام يكون خفيف بس انا ما عنديش أستيك مقام خفيف ساتيك المقام اللي عندي انا شريها اللي هي اللون الاحمر واللون الاحمر دي رزيستانس بتاعت تبقى قوية شوي هنبدأ اول ووركينج ست او اللي هي المجموعة الاولانية بيبقى بوزن الى حد ما خفيف شوي انا ابتديت ان انا اعمل نفس الحور ده بس بالبودي ويت يعني بالضغط الاحدي علشان انا ما عنديش طبعا اوبشن الاوزان ان انا اقلل وزود زي الجم مهم جدا في تكنيك الضغط هجدعان اللي انت دي بقى ظهرك مستقيم وان ادراعاتك تبقى عاملة زاوية اقل من 90 درجة مع جسمك علشان جسمك او عشان كدفك ما يتصبش هتقول ليه ممكن تتصب وانت بتلعب ضغط هقولك ممكن كل حاجة ايزا انت ممكن تتصب وانت نايم وانت بتعتص فما تستبعدوش اي حاجة خالص شايفين الزاوية اللي انا بتكلم عليها يا جماعة عشان فيه ناس بتخلي كعه عمل زاوية 90 درجة مع جسمك وده طبعا بي اكتيفيت الكتاف جدا ومش هو ده اللي احنا عايزينه قطه في دماغك وانت بتلعب الضغط ان انت بتزوق على جوة على نص السدري كده او منطقة المنتصف بتاعت السدري اللي هي الفلقة بتاعت السدري اللي احنا منسميها طبعا انا بررلكم ان فيه تدرج في الاوزان وهو ده البروجريسف اوفرلود بتدري بقى نمسك الضمبل طبعا انا ده اكبر وزن عندي وعندي طرفين كبار تطار تقريبا سبع ونص هبتدي ازودها بعد كده طبعا ما عنديش الابشنز بتاعت الاوزان فازي ما قلتلكو بنتخلى بقى الحوار ده ان احنا نزود عداد ده الاسلوب او التكنيك الغلط لازم زي ما قلتلكو جسمك او دراعك يبقى عامل زاوية اقل من 90 درجة مع جسمك عشان ما تشغلش اكتافك واللي قدر الله تتصوب ونبدأ بقى نخش المجموعة اللي بعدها تقلنا شويتين هنتقل شويتين برضو في البيت زي ما هتشوفوا دلوقتي حطينا الترطين اكبر ترطين عندنا وهتبدأ بقى تجيب مجميع مش هقولك 10 مجميع ولا 15 هتجيب مجميع لحد ما تحس ان انت خلاص بتفيص وهو ده بالزبط اللي حصل معي انا في اخر عدة والله العظيم من الضمبل كان خلاص هيوة من ايدي هلعب براحة وحس بالالياف العضلية بتاعتك ما فيش حد بيجري قراك التفاعل العضلي العقلي اهم من التاملينة ذات نفسها حس كده بالالياف العضلية بتاعتك ويهي بتتحرك في الحركة المدارية الصح عاش بعد كده هنلعب اللي هي التفاتيح بس من تحت هنعمل نفس التكنيك ده بالزبط انا كنت بجرب هنا بس نجيب قصدك المقاومة تثبته على صورة او على اي حاجة تكون اه وطية شوية عنك وبحيث طبعا انه لو لا قدر الله اتقطع ولا افلت ما يرزعش في ظهرك وتلعب بنفس التكنيك ده زي ما قلتلك طبعا المقاومة اللون الاحمر المقاومة بتاعته شديدة شوية انا كنت بتدرك في الاوزان شوية احناك برضو هبتتتدرك في الاوزان شوية عن طريق ان انا يا اما ابعت شوية عن الصور يا اما احط مقاومة تاني زي ما انتم شايفين كده وبكده يبقى انا ضعيفت المقاومة اللي على صدري بتوطي سنة بسيطة الورا وبتحاول ترفع نحي الدقنك كده عشان تتارجت الاوبر جست او الصدر العلوي الناس اللي بتقول انت بتتمرن في البيت اه بتتمرن في البيت يا جماعة بس بتتمرن الحمد لله زي الرجالة وبوصل تقريبا لقرب الفشل العضلي زي الجم الجم اللي عبنا زي ما انتم شايف في نفس الحركة المدرية ديت هنعملو بالزبط هنا باستخدام الفوطة وباستخدام استك المقاومة بعد لما نعلقوه في العولة نحطها وتفرد ضهرك ننزل بالحركة ديت طبعا انا مش قادر ارجع الورا لان وراي الحز بتاع الباب فهعملها بالطريقة دي زي ما انتم شايف كده في حركة بسيطة جدا الورا علشان الحركة المدرية بتاعتك تبقى كاملة مية في المية اوار لكم من الجنب برضو ايوة او بص تنزل للاخر خالص وممكن توطي شوية علشان تزاود المقامة لانك كل ما بتنزل لتحت طبعا كل ما المقامة بتاعتك بتزيد ونفس التكنيك بالزبط لو عايز تزاود بتزاود قاستك مقامة وبين كل مجموعة والتانية بتفضل تعمل البوزينج ده كلامت عنه كتير جدا بيدخ الدم اكتر من التمارينة زي نفسها الرجل ده جدعان اسطورة اتعلنت التكنيك ده منه فعمل شرط ان انت يعني عشان بتعمل بتعمل بوزينج كده بقى انت بتشوقف او ان انت بتتباه جزء منها طبعا تباهي ولكن الجزء الاهم او الاكبر هو دخ الدم زي ما قد لكم بص بقى الترايسيب اكستنشن دي دي من اختراعي دي مفيش حد شفته بيلعبها بصراحة بتستهدف للترايسيب بص مش هقولك يعني ان هي بتشغل راس دون الرؤوس لان فيش تمرين بتشغل راس دون الرؤوس بتشغل كل حاجة ولكن بيتركز على الراس الطويلة بتاعت الترايسيب زي ما انتو عارفين الترايسيب تلت رؤوس وتحتها واللي في الجنب اللي اسمها او اللي هي اللي في الجنب يعني ديها بقى شوية بوزز كده عشان اضعك منها حلوة كالعادة انتو عارفين يعني ايوه حتة بايسيب طبعا نيسا مصلتش للنشافان الطبيعي يمي في المية لانا كنت وصل له في المرة اللي فاتت ولكن يعني انا مش بستعجل عن نفسي واحدة واحدة ان شاء الله مع الوقت هنوصل للنشافين اللي قبل كده واكتر كمان فيه ناس بتقولي انتوصلت للنشافين وعديته بس انا طبعا اضرب نفسي هنبتدي بقى دي كده بقى نلعب الكابل فلاي من فوق اللي هو العادي جدا هلعبو بقى استيق المقاومة اعتقد دي ما بحش اي افتكاسات عادي نفسي لتكنيك ولكن انا كنت وانا بمرن او انا بتمرن مع كريم كنت وريتلكو تلاتة تكنيك كده انك تحط احط دراعي او احط ايدي اه مبين ايدي وعكا هطلعها فوق شوية وطلعها فوق شوية بحيث ان انت تستهدف التلاتة انجل بتوليت شاست هوريها لكو دلوقتي اهي دي تحت وعد كده بطلعها فوق شوية وبعكا هطلع فوق تاني خالص نفس التكنيك ده بالزبط بعمله برضو في البيت فيش اي افتكاسات خالص ايوا بكا هطلع فوق تاني خالص عايش ونفس الحواء برضو عايز تزود مقاومة هتزود استيق مقاومة تاني او هتبعد عن البيب اكتر لان كل ما هتبعد عن البيب كل ما هتزيد وده الفنشر طبعا الرهيب بتاعنا بتزوء التحت ويديك لازق في بعض هنلعبها ازاي في البيت هتجيب الضمبلين عادي جدا وهنلزق على الحيطة ومش هنوض على حيكا علشان نزود بس مقامة شوية شايفين السحاب اللي على الجنب دي طبعا كنت عملت لها فيديو ممكن تشوفوا من اللينك اللي هيطلع لك على الشاشة دلوقتي نفس الحوار بتلعب تعريبا خمس عدت ويديك او كعانك او دراعاتك بتبقى لازق في الحيطة بتعزل عضلة البيت مية وتمانين درجة مستحيل يبقى فيها مستحيل تشيت مستحيل تقدر تشيل وزن مش بتاعك في التمرينة دي وهيبقى على وشي طبعا ان انا بصابط لان الوزن يبقى ان هو خفيف وهو الوزن فعلا خفيف بس انت لما بتلعب صح جدا مش هيفر بقى معاك ازا كان الوزن خفيف والتي انت لو لعبتو بقى زيز مية الموضوع بالنسبة لك هيا صعب وبتحط دراعك التاني يعني اللي مش بتلعب بيه بتحطه في وضعية برضو بيبقى عليه ضغط ابن لعيبة ما بتبقاش مريحه فاهم بحيس ان انت تبقى حضو الضغط على البايسب في الدراعين طول التمرينة وطبعا الوقت ما بين كل مجموعة والتانية ما بكملش تلاتين ثانية ما بكملش تلاتين ثانية حرفيا فانت نموضات قلبك بتبقى في السماء وبتعرق بقى جميل جدا طبعا زيب انتو عارفين العرق مش مدلول ان انت بتحرق كتير ده علشان بادي تنبريتشر او درجة حرارة الجسم بتاعتك بتزيق بس فالجسم بيحاول يبرد نفسه خلص خالص بقى بالدروب ست بعد ما خلصنا التمرينة فضغراها على طوب نجيب أستك المقامة لحد لما تفيص لحد لما تجيب جاز حرفين ننصص عداد بقى لحد ايه لحد لما خلاص كده كالعادة طبعا لازم نقف قدام المرايين نشوف الصرف نظام امه ايه قول الله اكبر يا كده عشان انا وضع الجيسة لحد النهاردة الاصابة تعبان يعني بس الحمد لله يعني انت تعلمت زيات عقلم وعايش معا والبوز تبضل تبوز بقى كده البوز ده على الفاكرة مش بعد التشست بس انت ممكن تلعبه بعد الباي بعد التراي بعد الكتف انت كده كده تعريبا بتشغل جسمك كله فيه بوز 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 هذا الفيديو بتاع نهاردة يا ربي الفيديو بتاع نهاردة يكون عجبكو يا جماعة ما تنسوش تشتركو في القناة وتقولول لي رأييوكو في الكومنتات في الفكرة الجديدة دي بالنسبة للمتابعة الولايان يا جماعة هكتب لكو رقم الواتساب نمبر في اول كومنت بل عايز يسأني بخصوص الافر اللي على الثلاث شهور يبعات لي رسالة على الواتساب شباب ان شاء الله اشوفكم الفيديوات الجاي بيس